أما أن يتصدق الإنسان بصدقة يقول الله ماذا عني وعن أمة محمد فظل الله واسع ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهذا لا فرق فيه بين كثير العمل وقليلة كثير الصدقة وقليلها فالتشريك في ثواب الصدقة أو ثواب العمل لا يلزم أن يكون في عمل كبير أو كثير بل لو كان العمل قليلا فالقليل مع النية الصالحة عند الله عز وجل كثير والأولى والأكمل أن يجتهد لغيره في الدعاء ولنفسه في العمل إلا أن يكون قضاء حق واجب فهنا يؤجر على ذلك ويندب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ماته عليه صوم صامع عنه وليه